خلينا نقرأ من كلمة الله من بشارة متى الإصحاح السادس ورح أقرأ من آية خمسة حتى آية خمسة عشر ورح تشوفوا هذه الآيات على الشاشة حتى نقرأها مع بعض ونشوف عن موضوع الصلاة أو ما هي الصلاة المقبولة أمام الرب قال يسوع ومتى صليت فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع ومتى صليت فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع بكررها لأنه يمكن كتير من المشاهدين اللي بيسمعونا يمكن بيصلوا لكن بالواقع الصلاة مكرهة أمام الرب أو كالمرائي المرائي هو الشخص الممثل اللي بوشين أو بيلعب عدة أدوار فمرة تانية لما بتصلي لا تكن كالمرائين انتابع الصلاة مع بعض بقول الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصل إلى أبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية وحينما تصلون لا تكرر الكلام باطلا كالأمم فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم فلا تتشبهوا بهم لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوا فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم وبالواقع هذه الصلاة اللي علمها الرب يسوع المسيح في تعليمه على الجبل كان في شمال بحيرة طبرية وهناك علم هذه العزة الشهيرة العزة على الجبل أو تعليمه في هذا المكان وتكلم عن عدة حقائق الأسبوع اللي مضى اتكلمنا عن موضوع الصوم إنك أنت بتصوم أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية ومتى صمت فدها رأسك يعني حاول تكون امرتب مش تكون طبعا لحية طويلة والريحة طالعة أو غير مبالي وغير مكترث في مظهرك المهم مش الناس اللي بتشوف الرب اللي بيشوفك هو رح يجازيك علانية وبنفس الطريقة وبنفس التعليم الرب يسوع بيتكلم عن دافع أو الدوافع للصلاة الحقيقية أو الصلاة المقبولة فيقول في بشارة متى فمتى صليتم متى يعني متوقع من المؤمن أنه يصلي فلازم يكون عندك علاقة شخصية مع الرب من خلال يسوع المسيح من خلال ما فعل يسوع المسيح إذ مات على الصليب من أجل خطيئك وأقيم من الأموات لأجل تبريرك حتى تكون في نظر الله مفدي بار وكأنك لم تفعل خطيئة فهذا التعليم صعب أن الإنسان يطبق على حياته لازم يكون من خلال الفداء من خلال عمل المسيح في حياتك فيعطيك القوة أن تصلي يعطيك القوة أن تصوم ويعطيك القوة بأن تتشبه بصورة يسوع المسيح وبالواقع في المجتمع الشرقي كان متعارف عند الفرسيين كانوا بيلبسوا ملابس معينة ولما بيقوموا في الصلاة بوقت معين في ساعة معينة كان لازم يصلوا إما في زوايا الشوارع أو أحيانا على جنب الطريق أو أحيانا بمنظر معين يتجه باتجاه معين أو بساعة معينة وكأنه يقوم في موضوع الصلاة بشكل فريضة فهم ليس يتكلم عن فريضة لكن يتكلم ومتوقع من حياة المؤمن أنه يكون أو يعيش حياة الصلاة لأن الكتاب المقدس واضح كما قال يسوع في بشارة لوقف الإنجيل المقدس إصحاح 18 من الآية الأولى قال ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل لاحظ كل حين أو كما قال الرسول بولوس إلى أهل تسالونيكي الإصحاح الخامس آية 17 صلوا بلا انقطاع فمعادتش يعني فكرة الصلاة في وقت معين صارت الصلاة أسلوب حياة صارت نمط حياة والدافع هو محبتك للرب أنت بتحب الرب عاوز تتقرب للرب عاوز ترضي الرب وانت عارف أنه الله هو إلحي سامع كل كلمة وعارف كل فكر لأنه مرات ممكن نصلي صلاة وهذه الصلاة بتكونش بحسب مشيئة الله بسميها الكتاب المقدس هذه الصلاة مكرهة يعني صلاة الشرير الغير مختبر خلاص يسوع المسيح هي مكرهة لكن الله يعرف القلب المتجه نحوه الله يعرف الإنسان اللي بيطلبه بكل حق وحقيقة حتى لو مكنتش مسيحي إذا أنت من داخلك من قلبك بتصلي بتبحث عن الرب الرب شايف فكر قلبك الرب عارف ماضيك وعارف فكرك وعارف لوين بدك تصل فالرب يسوع بيقول متى صليت فلا تكن كالمرائين والمرائي هو الممثل اللي بيلعب عدة أدوار فإنهم يحبون أن يصلوا يعني بيحبوا الصلاة كمظهر أمام الناس مش الجوهر الحياة كيانها إنك أنت بتحب الرب يسوع مش أنت بتحب الصلاة لأنه مجرد شوية كلمات منمقة وشوية كلمات فصيحة وشوية كلمات أنت بتوعزها بتظنك أنت بتصلي وبالواقع بتحب بتكون قائم في المجامع أو زوايا الشوارع حتى تظهر للناس هاي نوع الصلاة مكرهة أمام الرب إنهم استوفوا أجروا يعني حتى الشخص اللي بيصلي هذه الصلاة مش بس بتصير مكرهة بتصير دينوني عليك وبتصير دينوني على حياتك فالصلاة تصبح مكرهة ولسيما من الشخص الخاطئ بعدين أحيانا مؤمنين اللي بيركزوا أكدر على التقاليد البالية فبيصلوا صلاة لكن هذه الصلاة خالية من مسحة الروح القدس ومن زيت النعمة ما فيهاش نعمة وهذه الصلاة ممكن تكون جميلة لغويا ومنمقة وبتعرف الكلمات والتعبير الصح اللي ممكن تتكلم فيها لكن لا توجد فيها أي تأثير ولا أي فعلية مش ممكن تصل إلى أي شخص إلى أي مكان استوفوا أجرهم هذه صلاة المخادع صلاة المرائي الصلاة اللي بحب بيصلي حتى الناس تشوفوا مش الرب اللي بيشوفوا بعدين بالمقارن ياسوع بول أما أنت فمتى صليت فدخل إلى مخدعك يعني مكان خاص سري ممكن يكون مكتبك ممكن تحب الصلاة تختلي مع الرب في مكان خاص أنا شخصيا لما بصلي بحب أصحى الصبح بدري وبحب أمشي في الطبيعة بين الشجر وبركز على مجد الرب وأسبح وأحمد الرب فالصلوات هي حمد وشكر وتهليل وتسبيح ومجد للرب يسوع من ركز على مجد الله أولا فاغلق بابك وصلي إلى أبيك لأنه شايفك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علنية ترجمة نانسي قنقر